عموماً إحنا على مدار حلقتنا النهاردة وبصفة خاصة في فقرتنا الحوارية الأولى أكيد حنقف عند كتير من التفاصيل المتعلقة بفنيات هذا اللقاء اللي كان ما بين الأهلي والزمالك ولكن خلونا دلوقتي نقف عند شوية لقطات كده الحقيقة أسعدت كل الناس في كل مكان تحديداً اللقطات اللي كان بيظهر من خلالها مؤمن زكريا اللي أكيد كلنا بيتمناله الشفاء العاجل بنشكر بطبيعة الحال شركة فريزنتيشن على إنهاءها لإجراءات سفر مؤمن زكريا عشان يقدر يحضر السوبر وتحديداً على أرضية هذا الملعب ملعب هزاع بن زايد اللي جاب فيه للأهلي السوبر قبل كده بهدفين الحقيقة فرحة مؤمن زكريا كانت فرحة لنا كلنا كلنا فرحنا لفرحته وربنا يسعد قلبه يا رب ويمني عليه بالشفاء العاجل بإذن الرحمن طبعاً جماهير النادي الأهلي اللي كانت حضرة حدث ولا حرج يعني حقيقة طوال تسعين دقيقة بيشجعوا بروح وهتفات تحرك الحجر مش مجرد اللعيبة جمهور عظيم كالعادة وفي كالعادة ورى فريقه كالعادة في كل مكان ويا رب إن شاء الله نرجع ونشوف مدرجاتنا هنا في مصر ورأي بهذه الإعداد الكبيرة والتشجيع المثالي من كل جماهير الفرق المختلفة كمان لازم نشكر بلدنا الثاني دولة الإمارات العربية الشقيقة اللي نظمت المباراة على أعلى مستوى واللي يعني احتفت واحتفلت ببعتتي الأهلي والزمالك كما يليخ وكما ينبغي وكما يتماشى مع حسن ضيافة شعب الإمارات المضياف الجميل والحقيقة دي مش بس بإنشادة المنتمين للفرقتين ده كل اللي سفروا وحضروا أكدوا على المحبة والتأدير والترحاب والحفاوة الكبيرة لدولة الإمارات الشقيقة الحقيقة كانت موفرها لكل المصريين اللي سفروا لحضور هذا اللقاء كل الشكر اللي هو بص الإمارات يعني هي دولة جميلة بلد جميلة بصراحة وفي نفس وقت العلاقات المصرية إماراتية مش هنتكلم عنها يعني هي تتحدث عن نفسها زي ما بيتقال ده الشقة الثاني الخاص بمؤمن زكريا فعلا كانت حاجة محترم من البداية وإحنا عرضنا التويتا هنا أول ما تحطت يعني أول ما مؤمن زكريا كان عمل التويتا بتاعته وبعد كده ردة شركة بريزنتيشن عرضنا يمكن من أول البرامج اللي عرضنا ده لما هو كان بيطالب أن هو يروحه ردة شركة بريزنتيشن بما معناه لهو حضر نفسك اعتبر نفسك خلاص في الإمارات فدي كانت لقطة حلوة هناك بقى اللقطة الأحلى لما أنت روحت وشفت الحفاوة الموجودة وبصراحة والحق يقال من جبهين الزمالك والأحلى طبعا ناس محترمة أداء وروح رياضية محترمة ومن الفريق هنا ومن الفريق هنا بجد هو ده المشهد اللي احنا كنا حابين وعلى فكرة المشاهد الحلوة دي في الأول في الآخر مكسب للقرى المصرية وكلمت عنها وحنعرض حضراتكم دلوقتي الكتب كمان عن حاجات كتيرة منها هذه اللقطة في الصحفة الإماراتية على نشكل كلم محليا فإحنا بندي ميسج حلوة ده كان الغرض من الأول قبل المباراة قلنا يريد على مستوى الجماهير أو مستوى الجماهير ينكون يعني بنقدم شيء يليق بمصر تاني حاجة برضو لما تيجي وتتكلم من اللعيبة اللي هما مفروض قضوة وحاجات زي كده صغيرة بتتم بسفت فرق ليها ميسج كبيرة جدا أعتقد برضو ده مكسب كبير يعني المكسب مش بس المباراة أو النتيجة أو حتى البطولة المكسب في حاجات تانية كتيرة جدا فلا بجد زي ما بتقال كده احترامي لكل اللي حصل احترامي كمان للناس اللي قدمت مشهد جميل كنا نتمنى فعلا أن احنا نشوفه صحيح